موسيقى موسيقى نحن لم نعد نعيش في ذلك العصر الذي كانت تحطم فيه تماثيل لينين بل نعيش على الأرجح في عصر يدعون إلى التساؤل ألم يكن لينين في النهاية شخصاً مهماً؟ في أكتوبر عام 1917 استولى البلاشفة بزعامة بلادي ميرلينين على السلطة بهدف بناء المجتمع لأكثر عدلاً على الكرة الأرضية وحذت حذو روسيا بلدان أخرى لكن معادلة السعادة الشاملة لم يعثر عليها أحد ولا يزال البحث عنها جارياً حتى الآن الإطاحة بالرأس مالية ليست بالقضية السهلة وهي ليست دعوة إلى العشاء الثورة الجديدة لن تحدث فوراً أو دفعة واحدة هل هناك من يتذكر اليوم أحداثاً عمرها مئة عام؟ إذا كان الجواب نعم فلماذا؟ توجهنا للبحث عن أناس يعتبرون ثورة عام 17 حدثاً على النطاق العالمي كله أتينا أولاً إلى الفيلسوف اليساري الفرنسي ألين باديو عندي لكم مفاجات صدو أن كتوبكم تنشر في روسيا ولكن من الصعب علي فهم ذلك أي العلاقة المبهمة بين الفلسفة والسياسة أعتقد أن المقصود هو ثورة أكتوبر العظمى حتى أنني أرى أنها أعظم مما هو متعرف عليه لأنها تمثل إمكانية انفجار إنعطاف في مجمل تاريخ البشرية منذ وجود الدولة وحتى الآن أنا جزء من عالم من الظلم المرعب حيث يعيش معظم البشر على الأرض في ظروف فضيعة فهل هذا من العدل؟ هل هذا طبيعي؟ لاسي ديدينغ شرعي رسق العقيدة وهو في الوقت نفسه مليونير من مدينة فاربرغ السويدية وشخصية شهيرة على الصعيد المحلي هنا ولد تواتر عراء طيست كل حياتي في هذه المدينة بل في هذا الشارع المال أقوى مخدر في العالم أقوى من الكحول والكوكاين ومن أي شيء آخر معظم الأثرياء الذين أعرفهم يريدون مزيدا من المال وأنا أيضا كنت مثلهم لكنني أدركت أن المرأة كلما شاطر الآخرين ثروته أكثر نال مقابل ذلك تعوضا أكبر بمعنى الكلمة نستطيع خلق مجتمع يعيش فيه جميع الناس سواء في يسر ورخاء أنا واثق من ذلك سأريكم الآن شيئا مثيرا للاهتمام نعم لدينا لينين وأخيرا الآن سنخرجه سأكشفه بالكامل لكل من هذه التماثيل خصوصيته مع كل واحد منها كتاب أنا أسهم بقسطي في تثقيف السكان بتاريخ لينين لا شك أن المواقف من لينين قد تتباين لكنني أمنح جائزة لينين مرة واحدة كل عام روي أندرسون المخرج المعروف على صعيد العالم يرى أن جائزة لينين هي الأفضل من بين الجوائز التي نالها لأنها منحت له تقديرا لإنجازاته الفكرية الإبداعية كنا نمنح الجائزة لأولئك الذين عملوا ضد السلطة زمنا طويلا من ثلاثين إلى أربعين عاما هذه الجائزة تثير استياءا ملحوظا في السويد حيث أكاديمية العلوم السويدية تمنح جائزة نوبل لينين هذا كما ترون صنع في الصين وهو يشبه شخصا صينيا أكثر مما يشبه شخصا روسيا كبار السن من الروس الذين يأتون إلى هنا والذين يكرهون الشيوعية كما قد يعتقد المرء يسكرون ويبكون في الواقع وهم ينظرون إلى تماثل لينين النصفية ويستعدون ذكرياتهم عندما كانوا في منظمة الطلائع وسعادتهم ذلك الوقت لينين العظيم قال إما أن الثورة تحول دون نشوب الحرب وإما أن الحرب تفضي إلى قيام الثورة الفرضية الرئيسة حتى الوقت الحاضر هي أن الحرب أدت إلى قيام الثورة آمل بأن الثورة التالية ستمنع نشوب الحرب بياتريسو رورا ولدت في شيلي إنها سجنت في أيام نظام بنوشيت بسبب قناعاتها اليسارية هاجرت إلى المكسي وهنا انضمت إلى هنود الماء المناظلين في سبيل حقهم بالعيش على أرضهم عجباً عناق الموت هذه شجرة غاياك وهي نبتة متعرشة تضغط عليها في عناق قاتل هذه طفيلية كالنظام الرئيسمالي وسوف تظل تعانق هذه الشجرة إلى أن تقضي عليها وهي تمتصها وتحيا على حسابها سان كريستوبال العاصمة السياحية لولاية تشايباس المكسيكية في عام 1994 سيطر على هذه المدينة هنود الماء المنتفضين الذين كانوا يسمون أنفسهم زاباتيون نسبة إلى الثوري إيمليانو زاباتا إذا ما تعرضوا للهجوم كانوا يدافعون عن أنفسهم وهذه هي الفكرة التي تقول إن العنف الثوري يجب أن يكون دفاعياً لا هجومياً وإن التسلح واجب فإذا ما هاجمكم العدو تدافعون عن أنفسكم أنتم في هذه الحال تطرحون فقط سياستكم الجديدة ورؤيتكم الجديدة للعالم وهذا باعتقادي فكرة هامة ديمقراطية حرية عدالة هذه قيمهم وشعارهم عندما تعرفت إلى الزباتيين رأيت ما أنجزوه من أعمال تطريز كانوا بحاجة إلى مكان كي يعرضوا للبيع تلك المشغولات قلت حسناً سأبتدع شيئاً ما بحيث يمكن بيعها اللوحات التي أرسمها لها مغزاً ما أنا لا أرسم من أجل الرسم ولذلك فإن الكثير مما أعمله مرتبط عادة بفعالية زباتيا على قدر من الأهمية أنا أعمل لهذا الحدث لوحة أو ملسقاً الحصيلة المالية من المتجر تذهب لدعم الحركة الزباتية انتظر جاء أشخاص ما سأرى الآن ماذا يريدون من هناك؟ مرحباً مرحباً يعجبكم هذا العمل؟ لنذهب سأريكم فندقي اشتركوا في القناة على مدى 25 عاماً منذ تفكوك الاتحاد السوفيتي بلغ التفاوت وعدم المساواة بين البشر نسباً هائلة هذا لا يمكن أن يستمر أنا لا أعتقد أن ثورة ما يمكنها تكرار تجربة ثورة أكتوبر لا أعتقد أن ثورة كهذه يمكن أن تتكرر لا يمكن أن تتكرر لكن أبداً التكهن بالشكل الذي ستتخذه أعرف فقط أنها ستحدث أياً كان أسلوبها المجتمع سيتغير فجأة أما كيف فلا أحد يعرف أنا لا يعجبني تعبير فيروس الثورة لأنه يصور الثورية كإنسان مريض مصاب بعدوة هذه ليست بالاستعارة الأدبية الجيدة من الأفضل أن يقال إن الصحة الجيدة إلى جانب الثوريين أما الفيروس فهو فيروس رأسمالي والجميع مصاب به والجميع مصاب به وفكرت بألمانيا ما زال علي أن أجد تقنية الرقص بشكل أفضل حياتنا تتألف من الاستيقاظ باكراً والذهاب إلى العمل والعمل حتى المساء إذا كان رب عمل ما يدفع لك نقوداً فأنت عامل نحن جميعاً عمال ونعمل كالعبيد ولكن لماذا؟ أنا لا أريد أن أعيش على مستوى عال من الدرجة الأولى في حين يموت الناس جوعاً في هذا العالم يوجد الكثير ما يكفي لكل واحد ولماذا يريد الناس أن يختطفوا لأنفسهم كل شيء؟ كل السلطة ولأنفسهم فقط نحن نعيش في عام 2017 ولكننا حتى الآن ما زلنا نتكلم عن الجياع منذ عشرين إلى ثلاثين عاماً تقريباً ونحن نقول إن الثورة الروسية والشيوعية كانت جريمتين كان ذلك شيئاً فضيعاً مهولاً ولا يجدر بنا أن نتحدث عن ذلك أكثر الشباب يعجبهم الحديث عما نمنع الكلام عنه ولكن نظرة الشباب إلى ثورة أكتوبر ولينين والراية الحمراء تتغير ومن جديد تكتسب القوة ربما هذا سيستغرق وقتاً طويلاً لكنه أمر حتمي في جميع العصور كان الشباب تحديداً حملة الأفكار الثورية الأفكار الثورية ليست للمسنين من أمثاله هذا بالنسبة للبعض مصيبة كارثة وخسارة سلطة الفكرة القائلة إن الثورة كان يمكن أن تكون هدئة جداً ووديعة وأن تتم بتوافق الجميع فكرة سخيفة شكل واضح النضال في سبيل العدالة لا حدود له بالنسبة للتركية إسجيسامان التي لم تغير نظرتها إلى الحياة بعد أن انتقلت إلى برلين أنا مناضلة ولكنني لا أناضل من أجل نفسي فأنا أريد تغيير نظام الأشياء في العالم وفي هذا الطموح لست وحيدة كثيرون يريدون التغيير يتسم موقف المسنين من الثورة بتعاطف أكبر من تعاطف الشباب عند الشباب قدر أكبر من عدم الاكتراف ولسان حالهم يقول لدينا حياة واحدة فقط ويجب أن نعيشها على نحو جيد أما أنا فأشعر بمسؤوليتي عما سيكون من بعدي شاركت مرارا في الاحتجاجات حيث كانت الشرطة تهاجم النشطاء كنت هناك في العديد العديد من المرات وتعرضت للضرب مرارا ورأيت كيف كانت روحي تفارق جسدي وتنظر إليه ظننت أنني أموت في تلك الدقيقة كنت أشعر أن علي أن أكون أكثر قوة في داخلي لأنهم كانوا يضربونني دون أسباب تستدعي لذلك إذا كنت تقول أنا مع الثورة لكنني لا أريد ضحايا فأنا أتفاهم موقفك طبعا لا أحد يريد وقوع ضحايا ولكن في نهاية المطاف هذا ما يحدث دائما في الثورة سيكون هناك ضحايا دائما ولاية تشياباس المكسيكية عام 2017 انتهت عمليات الزاباتيين العسكرية ضد قوات الحكومة قبل أكثر من عشرين سنة لكن حتى الآن يمكن أن تروا ناسا مقنعين في بعض مناطق الولاية ماذا هناك؟ مرحبا أهلا بك من أين أنتم قادمون؟ نحن من سان كريستوبال يتلخص هدفنا الرئيس بالتحرك السياسي في هذه المنطقة من تشياباس وهذا لتعرية ما يتمخض عن الرئاسمالية من عواقب وأحد هذه العواقب إقدام الحكومة المكسيكية على رفع أسعار البنزين وهذا ما يلحق الأذى بأوضاع أسر الكادحين الاقتصادية كثير من الناس يؤكدون أن الزباتيين يقطعون الطرق ويطالبون بالمال ولكن الناس المطلعين يعرفون أن الزباتيين لا يقطعون الطرق منذ أكثر من 15 عاماً مرحباً كيف الحال؟ لدينا هناك قسم كامل خصصناه لكتب عن المركسية لينين لينين لقد وجدت لينين ما العمل؟ آه يا عزيزي ما العمل؟ كتاب لينين لا يوجد ثوري واحد في أمريكا اللاتينية إلا ويعرف هذا الكتاب أي يوجد هنا أحد ما يعرف لينين؟ أحد ما قرأ هذا الكتاب؟ موسيقى 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 حتى في بلد مرفه كالسويد يعمل الثوري الحقيقي حسب نظام بدون توقف وزوجته هي نصيره الأكثر إخلاصا كما كان الأمر دائما نحن معان منذ عام 1984 وشهدنا في حياتنا الكثير جدا وأنا أفهم خيرا من الآخرين إن الأساس شخص غير عادي كثيرون يسألونني كيف أتدبر أمور عيشي مع هذا الشخص الحقيقة أن الملل لا يعرف طريقا إليك وأنت معه فدائما ثمت ما هو جديد أفكار طازجة غير عادية وعندما يصل بها إلى نهايتها غالبا ما تكون النتيجة جيدة جدا نحن الآن في طريقنا إلى أوسلو للقاء بول ستيغان إنه شخص نشيط مؤهل مفعم بالطاقة غزير الكتابة لاسي وبول سيناقشان إطلاق نشرة سياسية على الإنترنت وربما سيشارك فيها لاسي أيضا هل فكرت بأن تمنح بول جائزة لينان؟ لا فهو نرويجي وهذه الجائزة فقط للسويديين ربما كانت فكرة جيدة أن نجعل الجائزة دولية لا سيما وأننا منحناها لجميع السويديين الجديرين بها أهلاً أكل شيء على ما يرأم؟ قبل القيام بالثورة لابد من تكوين الرأي العام بعد الرأي العام يجب إنشاء حزب ثوري وبعدها القيام بالثورة وهذا هو سبب ظهور برافدا فقد كانت الأداة التي بمساعدتها كان ينبغي أن تقوم الثورة ثلاثورة لابد من تكوين الرأي العام تPUCA موسيقى 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 تإعجبني هذه القبعات لأنني أصلع وعلي أن أغطي رأسي بشيء ما أنا لا أرتدي قبعة لأن لينين كان يرتدي مثلها بل لأنني أخجل من صلعتي هذا كل ما في الأمر أرتور شاندروسكي يرسام كاريكاتير يعمل في صحيفة البروليتاري لسان حال الحزب الشيعي السويدي التي تصدر في مدينة إغتيبورغ كشيوعي كماركسي لينيني أنا أؤمن بالثورة ولا أعتقد أن الديمقراطية البرلمانية البرجوازية يمكنها أن تخلق بذاتها مجتمعا جيدا للجميع لنذهب نعم لنأخذ هذه اللوحة والمنشورات هذه هي المطبوعة الوحيدة حيث يمكن للعمال السويديين أن يقولوا كلمتهم وفيها نتحدث عن النضال ضد الظلم ضد تقليص مناصب العمل وضد الإمبريالية الأمريكية النيتو ليس منظمة سلمية بل هو حلف عسكري للمحافظة على هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية وعلى النظام العالمي القائم الثورة لا تعني اقتحام قصر الشتاء بأسنات الحراب ولا الإطاحة بالبرجوازية والرأسماليين لا طبعا الثورة هي أن تقوم طابقة بانتزاع السلطة في المجتمع من طابقة أخرى الاشتراكية لم تبن في السويد مع أن دولة الرفاهي أقيمت عندنا لكن وسائل الإنتاج دائما في أيدي النخبة يحصل هذا طوال الوقت نستطيع أن نسمي عصرنا عصر السبات السياسي وهو كذلك في كل مكان تسود الرأسمالية التجارة الدعاية وسائل الإعلام إلى آخره العالم الرأسمالي لذا فإن الفكر الثوري هو الاستيقاظ لذا نسميها سبات أنا أتيت إلى هنا كي أرقص كي أساند المحتجين برقصاتي الرقص مثل الثورة يعيش داخلي وثورة كالرقص إن احتجاجي هو فني احتجاجي هو عروضي احتجاج ضد العنف احتجاج ضد الرأسمالية وضد ما يجري في هذا العالم غير العادل عندي أداتان محبوبتان الفرشات التي تعني روح التمرد والمنجل الضروري للدفاع الذاتي للدفاع عن النفس لا لقطع رأس أحد ما إنما فقط للدفاع عن أنفسنا من يتمتع الآن بامتيازات خاصة سوف يدافع عنها بضراوة أنا مقتنع بهذا جدا أنا أيضاً أناني كالآخرين جميعاً لكنني أعرف أن لا بد أن يكون هناك شيء أكبر من أنانيتي فإذا كانت الأنانية هي التي تحكم العالم سيذهب كل شيء إلى الشيطان لينين كالمغناطيس يستقطب الزوار من كل العالم فيأتون إلى هنا كي يشاهدوا لينين إذ لم يسعق لهم أن شاهدوه أبداً لقد شاهدوا ملوكاً ومستشارين في كل مكان في الشوارع والساحات ولكنهم لم يشاهدوا لينين بعد فترة طويلة من حقيقة اختفاء موثول ثورة أكتوبر واللينين والأفكار الشيوعية أعتقد أنه سيتم إيجاد الطريق جديد وهذا لن يكون تكراراً بل سيكون شيئاً جديداً كلياً ومغامرات رأس لينين ستتواصل ترجمة نانسي قنقر